السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي رسالة الى اخواننا في الالترس سواء اهلاوي او سامنكاوي او بروستعيدي او اسكندراني او اي حاجة من حاجات دي اه كان في كتاب اريته لفهم هو دي الاستاذ الكبير فهم هو دي كان كتاب بعنوان جند الله في المعاركة الخاطئة وكان بيكلم عن افغانستان وعن الناس اللي هناك بتحارف في المعاركة الخاطئة بيحاربوا في المدان بتاعه سواء اتفعت او اختلفت مع الكلام دوت بس بالتأكيد ان احنا متفقين ان الالترس هو جند مصر وهو يعني فخرة مصر وهو حاجة كويسة بس في المعاركة الخاطئة يعني الواحد بيبص بيلاقي شباب هم دول بزرة الامن لبكرة هو دول مستقبل مصر هم دول احنا اللي اتمنى ان مصر تنهض بيهم هم دول الشباب فعلا اللي لازم الناس تركز عليهم اغلبهم في سنوي اغلبهم اه هو المفروض ان نوجه له الرسالة مفروض هو اللي بيشيل الرايا مفروض هو اللي ينهض مصر اه مفروض هو اللي عنده فكر جديد هو اللي بيعرف يشغل على الكمبيوتر هو اللي مطلوب منه هكتر جدا اه هو بش محتاج ان انا نصايح لان هو بيدخل على النت كتير وبشوف الحاجات اه على الواقع اه اتمنى ان نوجه طاقته للحاجة احسن من كده اه مايبقاش همه بفريق كورة كسب او خسر او 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 فقطك دي استخدمها في حاجة تبقى فرحان طول ما انت ماشي ان انت عملت حاجة لبلدك انضم مسلا رسالة شوفهم بيعملوا ايه واشتغل معاهم متبرعات بالدم واعملوا ايه ضاقتك اليجابية ديت احن فرحانين بيها بس مش عايزان نتوجه في شكل خطأ او ان انت لما توصل لسن الاربعين انت بص كده انا عملت ايه في الاربعين سنة اللي فاتت دي لك كنت مسلا مشورة للمطسط الكورة ومشورة الحاجات دي جميل الكورة بس بشها دي اللي ضايع فيها وقتي ان انا ضايع فيها فلوسي ان انا ضايع فيها لمستقبلي لأ حاول تنامي الحاجة اه حاول تدور على حاجات التنمية البشرية حاول تنفع جرينك حاول طاقتك دي مسلا عندك وقت فراغ وطاقة حاول تشوف الحي بتاعك محتاج ايه وتسعى فيه اه ابسط حاجة دي يعني شوف مسلا مشكلة الانبيب حاول تجمع زميلك وحاول تشوفه حل لها مشكلة العيش مشكلة الشوارع مشكلة كل المشاكل دي نبدأ نحلها مع بعض ونبدأ نروح للبلدية نقول لهم اهو احنا ميت شاب في المنطقة الفلانية السلام المرج المعادي حلوان عندنا ساعدات ان احنا نشتغل وان احنا نساعد اه نضم الكشافة انضم للجوالة اه حاول تنفع بلدك يعني انا مستني انت اللي تقول لي انا عايز اعمل كذا 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 تعال معي نعمل الموضوع ده وتقول لك اه طب تعال نعمل اه تعالى ننشر الاسلام ونعرف الغرب بالاسلام اه تعالى ندي صورة حضرية تعالى نشجع السياحة تعالى نفهم الناس اه دينهم صح يعني نتعلم قدر من الدين واللي نتعلمه ننشره ننشر فكرة ان الاسلام اه دين محب الاخرين وينشر المحبة باش بينشر العنف ما بيحسش على الكلام القبيح لا ده بيانها عن ذلك وننشر سنة رقصة السلام متعرف ش هاجات دي ممكن تجيب كتب ارشورايت ونبدأ انهو ازح انا وانت ا –é 아니면 –ااااا استغل لتقطأ الايجابية دي في ح توجه كويسه حاول انه انت يعني تفتخر بنفسك بعدش كو sehr تشوية كده لما تكبر تقول لاجة اه دا عملته وعملته وعملته تلاقي كلده في ميزان حسناتك ان شاء الله اه مصر مش تنهض غير بيك. فالالترس انا عايز بدل ما هو مركز او مع الكرة يعني سواء ايه اللي هيحصل يعني هناخد مسلا كاس العلم احنا عايزين ناخد كاس العلم في العلوم وفي التطور وفي ان احنا ما بنستوردش حاجة ده احنا اللي بنصدر. عايزين العاملة بتاعتنا تطلع. عايزين احنا نبدأ نصنع. اه تعلم حرفة. روح ما فيش ايه مشكلة ان انت تروح ورشة اتعلم حرفة. اه روح بيع واشتري. حتى لو ما كسبتش اديك بتاخد تجار وتعرف الحاجة الغلطة اللي يعني تبدا عنها والحاجة كويسة ان انت بتعملها. وحاجاتها تكتب في السيب بتاعك. مش هتكتب في السيب بتاعك انا كنت اه الاولا والاولترس زملكاوي. انا احترام الجميع الفرق كلها. واااااا احترام لكل اللاعيبة. بس مش هوتة الاساس. خليها ترفيه ليك. خليها ترفيه ليك. خلي الحاجات دي ترفيه ليك مرة في الاسبوع هتفرج عماتش كزا. وخلاص خلصت. ما بقاش ولائي وبرائي للنادي بتاعي. ان فلان ده اهلاوي يبقى خلاص حبيبي او فلان ده اهلاوي انا في الفريق التاني خلاص اده عدوي. لأ احنا انا كلنا مصريين وكلنا عايشين في بلد واحدة وكلنا بنحاول ان شاء الله نهب بمصر والفرصة المتحق قدامنا. يمكن ايام حسن مبارك كان الواحد بتعرض لاتهاتش ديك جدا لمجرد ان هو يعلم ناس كمبيوتر. كان نقولك انت ايه وارك من الموضوع ده يا اخوانا ده انا عايز اعمل حاجة خير البدء. كان نقولك لأ ممكن تكون انت لك حاجات فلا نفسك بتحاول التحقيق كزا مرة بسبب ان انت تعلم ناس كمبيوتر او انجليزي او لغة عربية او وايحة خالص. هو خاف يكون انت لك ميول او لك حاجة. لأ دلوقتي الجو المتاح ان انت تشتغل حاول تنضم اي حاجة مفيدة دور حاول تسمع شريط خواطر للشكري. حاول تسمع صناعة الحياة لعمر خالد. حاول تسمع اي حاجة وتشوف الافكار كويسة اللي الناس عملتها وتبدأ تعمل منها. حاول تسمع ضعب اسمتك للشيخ محمد العريفي. حاول تبقى انت حاجة قدوة غيرك. قدوة غيرك في طريق القير وفي طريق الصناعة وفي طريق التقدم. اليمن بش تنهض بالترس. لا احنا عايزين الترس صناعة مصرية. الترس هدفه ان احنا ما نستورتش حاجة. ده الترس. الترس. الترس.